بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و كفى و الصلاة و السلام على النبي المصطفى محمد بن عبد الله و على آله و صحبه أجمعين طلاب و طالبات الصف الثالث الابتدائي في التعليم المستمر السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أسعد الله و أوقاتكم بكل خير و أهلا و سهلا بكم في درس جديد من دروس مقرر لغتي تعالوا معي لنتعرف على موضوع هذا الدرس موضوع الدرس إثراء و هذا أول دروسنا في هذا الموضوع نبدأ و مستعيننا بالله بالتعرف على الكفايات المستهدفة من هذا الدرس أولا استرجاع ما تعلمناه عن أسلوب الشرط ثانيا توظيف أسلوب الشرط في حديثنا ثالثا استرجاع ما تعلمناه عن أسلوبي المدح و الدم و رابعا توظيف أسلوبي المدح و الدم في حديثنا بإذن الله سنتعاون أنا و أنتم على مراجعة هذه المكتسبات السابقة خلال هذا الدرس نبدأ بمكون و راجع مكتسباتي كنا أخذنا أسلوب الاستثناء و تعرفنا على أسلوب الاستثناء نكمل هذه العبارة بما ينقصها من كلمات حتى نصل أنا و أنتم إلى تعريف مناسب لأسلوب الاستثناء هنا يقول الاستثناء وهو إخراج ما بعد جميل أحسنتم أداة الاستثناء من حكم ما أحسنتم بارك الله فيكم ما قبلها أدوات الاستثناء التي أخذناها خلال الفصل الماضي هي من يذكرني بهذه الأدوات جميل بارك الله فيكم إلا و كذلك غير و سوى بارك الله فيكم إخراجوا ما بعد أداة الاستثناء نسميه كما اتفقنا المستثناء حسنتم و ما قبل أداة الاستثناء نسميه بارك الله فيكم المستثناء منه إذن ما قبل ما بعد أداة الاستثناء نسميه المستثناء وما يسبق أداة الاستثناء سواء إلا أو غير وسواء نسميه المستثنى منه أخذنا كذلك من الأساريب اللغوية التحذير فمن يذكر لي تعريف التحذير؟ جميل أحسنت بارك الله فيك هو تنبيه المخاطب إلى أمر مكروه ليتجنبه ثم بعد ذلك أخذنا ما يضاد التحذير وهو الإغراء فمن يعرف لي الإغراء؟ بارك الله فيك أحسنتي حث المخاطب على أمر محبوب ليفعله ونلاحظ بأنها ضد التحذير الإغراء حث المخاطب على أمر محبوب ليفعله بينما التحذير تنبيه المخاطب إلى أمر مكروه ليتجنبه ثم بعد ذلك أخذنا أسلوب التفضيل فمن يذكر لي تعريف أسلوب التفضيل نحاول أن نسترجع ما أخذناه في أسلوب التفضيل بداية من تعريفه أحسنتم هو أسلوب يستخدم للمفاضلة بين شيئين اشترك في صفة وزاد أحدهما على الآخر في هذه الصفة هذا هو أسلوب التفضيل الآن سأطلب منكم أن تأتوا بثلاث جمل نوظف فيها أسلوب التفضيل فكروا في ثلاث جمل مناسبة نوظف فيها هذا الأسلوب الذي ذكرناه أسلوب التفضيل من يعطيني أول جملة جميل أيضا نريد جملة أخرى أحسنتم بارك الله فيكم جملة ثالثة عظيم يمكن أن نقول النهار أطول من الليل في فصل الصيف هذا هنا تفضيل يتفق النهار والليل في الطول لكن النهار أطول من فصل الصيف من عفوا من الليل في فصل الصيف هذا هو التفضيل الضوء أسرع من الصوت كذلك يتفق الضوء والصوت في السرعة لكن الضوء أسرع من الصوت ثم مثال أخير محمد أحرص إخوانه على الصلاة جميع محمد وإخوانه يتفقون على حرصهم على الصلاة لكن محمد نفضله عليهم أو عليهم في هذه الصفة وهي الحرص على الصلاة أخذنا بعد ذلك أسلوب التعجم فمن يذكر لي تعريف أسلوب التعجم بالإمكان أن نعود إلى الكتاب حتى نجد تعريف أسلوب التعجم من يذكر لي التعريف؟ جميل حسنت يدل على التعجم في الكتاب بعلامة الترقيم هذه التي تظهر أمامكم ونسميها علامة التأثر هذه العلامة هنا تستخدم للتعجب و لأمور أخرى ونسميها علامة التأثر وفي الكلام يعبر عنه بتغيير نغمة الصوت تغييرا ينبي عن الدهشة والانفعال إذن أسلوب التعجم يستخدم لإظهار الدهشة والانفعال هذا هو الاستخدام الذي نستخدم أو نستخدم أسلوب التعجم لكي نوصله للمستمع أو لمن نتحدث إليه يدل عليه في الكتابة بهذه العلامة علامة الترقيم التي تظهر أمامكم ونسميها علامة التأثر أما في الحديث فيظهر ذلك في نبرة الصوت وفي تعابير الوجه هنا نشاط أطلب منكم فيه أن نوظف أسلوب التعجب في جملة مفيدة حاولوا أن تفكروا في مجموعة من الجمل نوظف فيها هذا الأسلوب في جمل مفيد أريد أن أسمع منكم الآن أول جملة جميل ما ألطف الله تعالى بعباده لاحظوا بأن دائما نستخدم في أسلوب التعجب هذه الصيغة ما أفعل نقول ما ألطف الله تعالى بعباده نحن نعجب من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده ما ألطف جملة أخرى من يأتي بجملة أخرى نستخدم فيها هذا الأسلوب أحسنت ما أحن قلب الأوم نحن نعجب من حنان الأوم فنقول ما أحن وأيضا استخدمنا هذه الصيغة ما أفعل أيضا جملة أخرى أحسنت بارك الله فيك ما أسرع مرور الأيام نعجب من سرعة مرور الأيام كذلك استخدمنا الصيغة نفسها ما أفعل ما أسرع مرور الأيام ننتقل بعد ذلك إلى الشرط نقرأ الجملة الآتية أنا وأنتم مع بعض ثم نلاحظ الكلمات الملونة لتعرف أسلوب الشرط بداية أن نقول الشرط باستخدام أداة إن أو إن إن تهمل تنظيف أسنانك ينخرها السوس لاحظوا بأن هنا ربطنا هذا الأمر إن تهمل تنظيف أسنانك ينخرها السوس هنا ربطنا أن السوس ينخر الأسنان بماذا؟ بأمر يحدث قبله وهو يأتي بعد هذه الأداء إن تهمل تنظيف أسنانك فماذا سيحدث؟ ينخرها السوس هذه الجملة الأولى الجملة الثانية نقرأها مع بعض إن تستمع إلى نصائح الطبيب تحفظ صحتك كذلك قمنا بالربط بين هذا الأمر حفظ صحتك بماذا؟ بما يأتي بعد أداة الشرط إن إن تستمع إلى نصح أو إلى نصائح الطبيب ما الذي يحدث؟ تحفظ صحتك إذن قمنا باشتراط هذا الأمر حفظ الصحة لا بد له أن تستمع إلى نصائح الطبيب الجملة التي تليها إن تمارسوا الرياضة تنشط أبدانكم لاحظوا بأن ربطنا بين أن تكون الأبدان نشيطة بماذا؟ بما يأتي بعد أداة الشرط وهي إن إن تمارسوا الرياضة إذا أردت أن تكون أو يكون لك بدن النشيط فلا بد لك أن تمارس الرياضة هذا هو أسلوب الشرط كذلك في الجهة الأخرى نستخدم الأداة من؟ فنقول نقرأ الجملة مع بعض من يأكل طعاما طازجا أو طازجا يتمتع بصحة جيدة كذلك قمنا بالربط بين من يريد أن يتمتع بصحة جيدة فلا بد له أن يأكل طعاما جيدا بعد هذه الأداة يأكل طعاما طازجا فسيتمتع بصحة جيدة الجملة التي تليها نقرأ مع بعض من يحسن إلى الناس يستعبد قلوبهم كذلك ربطنا بأن من يريد أن يستعبد قلوب الناس أو أن يحبه الناس فلا بد له أن يقوم بهذا الفعل أن يحسن إلى الناس بعد هذه الأداة من قلنا من يريد أن يحبه الناس فلا بد له أن يحسن إليهم الجملة الأخيرة من يمارس رياضة ينشط بدنه كذلك ربطنا هذا الأمر إذا أردت أن تكون أو أن يكون لك بدن النشيط فلا بد لك أن ماذا تفعل تمارس الرياضة إذن ربطنا أن تحصل على بدن النشيط بأن تمارس الرياضة باستخدام الأداة التي ذكرناها في الأمثلة الثلاثة من هنا في هذه الجهة وهناك أيضا إن كذلك في الأمثلة الثلاثة في الجهة اليمنى هذه نسميها أداة شرط وكذلك من أداة شرط أخرى إذن يمكن أن نقول في تعريف أسلوب الشرط بعد أن تحدثنا عنه في الأمثلة السابقة من يمكن أن يصل إلى تعريف الأسلوب الشرط وسبق لنا أن أخذنا هذا الأسلوب سابقا أحسن أحسن تبارك الله فيك إذن هو ترتيب وقوع أمر على أمر آخر بواسطة أداة ملفوضة هذه الأداة التي ذكرناها قبل قليل هي أن أو من إما أن يكون باستخدام أداة أن أو من هذه نسميها أداة الشرط نقوم بترتيب وقوع أمر على أن يقع أمر آخر باستخدام إحدى هاتين الأداتين إما أن أو من نقوم بحل نشاط يتعلق بهذا الأسلوب المطلوب هنا أن نختار من الشكل التكملة المناسبة للجمل الآتية بحيث نكون أساليبا شرطية بداية أن نقرأ الجملة ثم نختار من الجهة اليسرى ما يتم هذه الجملة الشرطية أو الأسلوب الشرطي إن تتناول وجباتك بانتظام ما الذي يحدث هذا أسلوب شرط إن تتناول وجباتك بانتظام نختار ما يناسبها من الجهة المقابلة أحسنتم ترح معدتك إذن ربطنا أن تصل إلى راحة معدتك بأن تتناول وجباتك بانتظام الجملة التي تليها إن تقرأ في النور الضعيف ما الذي يحدث أحسنتم تتعب عيناك إذن ربطنا وقوع أمر وهو تعب العين بأن يقع أمر آخر وهو القراءة في النور الضعيف باستخدام هذه الأداء هنا وهي أداء الشرط ثم بعد ذلك نقرأ الجملة التي تليها من يزر مريضا جميل بارك الله فيكم ينال ثواب الله إذن ربطنا وقوع ثواب الله أو نيل ثواب الله بأمر آخر وهو زيارة المريض أحسنتم يشفى بإذن الله إذن ربطنا وقوع الشفاء طبعا بإذن الله تعالى بأمر آخر وهو الاستجابة لنصح الطبيب باستخدام أداء ملفوضة وهذه الأداء هي من أخيرا نقرأ الجملة الأخيرة إن تحافظ على صحتك ما الذي يحدث أحسنتم تسلم من المرض ربطنا وقوع السلامة من المرض بأمر آخر وهو المحافظة على الصحة باستخدام أدات ملفوضة وهي إن كما أيضا في الجملة الأولى نشاط آخر في نفس الأسلوب أربط بين كل جملتين متقابلتين بإحدى أداتي الشرط إن أو من ينتشر الوعي الصحي يرتفع مستوى الصحة من يربط باستخدام أدات إحدى أداتي الشرط إن أو من نفكر في طريقة مناسبة للربط بين هاتين الجملتين باستخدام أدات الشرط أسمع منكم الآن إجابة جميل بارك الله فيكم إن ينتشر الوعي الصحي يرتفع مستوى الصحة الجملتان الأخريتان يهمل العلاج ويتأخر شفاه من يربط بين هاتين الجملتين باستخدام أدات الشرط عظيم بارك الله فيكم من يهمل العلاج يتأخر شفاه أخيرا يربط حزام الأمان يحد من أثر الحوادث نستخدم أدات الشرط للربط بين هاتين الأمرين بارك الله فيك حسنتي نقول من يربط حزام الأمان يحد من أثر أو يحد من أثر الحوادث المطلوب في هذا النشاط أن نكتب في فراغ الجمل الآتية التكملة المناسبة على غرار ما تعلمنا إن تتعلم في الصغر فراغ في الكبر ماذا نقول؟ جميل تستفد في الكبر بارك الله فيكم إن فراغ في نيتك يبارك الله في عملك جميل أحسنتم إن تصدق في نيتك يبارك الله في عملك الجملة التي تليها إن فراغ وجبة الإفطار فراغ أيضا أبدانكم جميل إن تتناولوا وجبة الإفطار أحسنتم تقوى أبدانكم الجملة التي تليها من يتعلم أسس الإسعافات الأولية فراغ لنفسه الكلمة التي تتم هذا المعنى هي جميل يحسن لنفسه أخيرا من فراغ الإنسان الكريم فراغ بصحبته من جميل يصاحب الإنسان الكريم ينعم بصحبته أحسنتم نقرأ الآن الجملة الآتية ونلاحظ الكلمات الملونة لنتعرف أسلوبي المدح والذم أسلوب المدح نقول في البداية نعم الجليس الكتاب كذلك نعم صديق الإنسان الكريم وأيضا نعم صفة الشجاعة ونعمة فضيلة الأمانة في المقابل أسلوب الذم نستخدم فيه هذه الأداة بئس هذه الأداة مقابل هذه الأداة هنا نعمة هنا نقول بئس الخلق الكذب وبئس جليس السوء النمام وبئس طبعا الغدر وبئسة رذيلة الخيانة استخدمنا في أسلوب المدح والذم إذا أردنا أن نمدح أمرا نستخدم أسلوب المدح فنقول باستخدام هذه الأداة نعم وفي المقابل بئسة لنذم أمرا كذلك مذموما يمكن أن نعرف أسلوب المدح والذم من خلال ما ذكرنا قبل قليل بأن المدح أحسنتم هو الثناء بالصفات الحسنة وفي المقابل الذم هو العيب واللوم على الخصال السيئة هذا هو تعريف المدح والذم إذن هما نقيضان المدح ونقيض للذم نمدح باستخدام الأداة أو الكلمة التي ذكرناها قبل قليل نعمة ويمكن أن نذم باستخدام كذلك الكلمة بئسة أكتب في الفراغ في فراغ الجملة الآتية تكملة على غرار ما تعلمت باستخدام الأداتين نعمة وبئسة نقول في البداية الخلق الصدق أحسنتم نعمة ثم الكلمة أو الجملة التي تليها فراغ دار المتقين عفوا في الجهة هنا في الجهة اليسرى بئس الرجل البخين نستخدم الأداء بئسة الجملة التي تليها فراغ دار المتقين أحسنتم نقول نعمة دار المتقين ثم في المقابل مثوى الكافرين أحسنتم نقول بئسة مثوى الكافرين النار والعياذ بالله منها ثم بعد ذلك في الجملة التي تليها فراغ ثم كلمة أخرى ثم بعد ذلك الطائف يمكن أن نستخدم مسلوب المدح ما ركلا فيكم نعمة مصيفا الطائف في المقابل الإهمال هذه صفة سية يمكن أن نقول باستخدام أسلوب الذن بئسة طبعا الإهمال ثم في النهاية نعمة نستخدمها لمدح شيء مؤنث أحسنتم الفتاة الصادقة نعمة الفتاة الصادقة وفي المقابل بئسة كذلك لذن شيء مؤنث يمكن أن نقول عظيم الصفة الكبر إذن قمنا بذم هذه الصفة وهي الكبر باستخدام هذه الأداء بئسة المطلوب هنا أن نوظف أسلوب المدح في جملة مفيدة فكروا في مجموعة من الجمل نوظف فيها هذا الأسلوب نفكر في جملة أو مجموعة جمل نوظف فيها أسلوب المدح من يأتيني بأول جملة بارك الله فيك نعمة الصديق المخلص جملة أخرى أحسنت نعمة الرجل الأمين جملة أخيرة عظيم بارك الله فيك نعمة المرأة الصالح الآن نريد أيضا ثلاثة من الجمل نوظف فيها أسلوب الذم أول جملة أحسنت بئس الصديق النمام جملة ثانية عظيم بارك الله فيك بئس الحسد خلقا جملة أخيرة أحسنتي بارك الله فيك بئسة البذاءة صفة المطلوب هنا نستخرج من النص القرائي كتاب يتحدث عن نفسه أسلوب مدح ثم نكتبه في المكان المناسب نريد إجابة سريعة نستخرج من خلال هذا النص كتاب يتحدث عن نفسه عن أسلوب مدح ورد في هذا النص ثم بعد ذلك نذكره من توصل إلى إجابة هذا النشاط جميل أحسنت بارك الله فيك هذا الأسلوب أسلوب مدح ورد في النص القرائي كتاب يتحدث عن نفسي أخذني حديث الساحر الذي واصله بأسلوبه الجميل فلقد كان نعم المتحدث إذن هذا هو الأسلوب هنا أسلوب المدح بهذا نكون وصلنا إلى ختام درسنا آمل أن تكون وفدتم مما قدمنا موفقين ومعانين بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر